توافد آلاف المواطنين من جميع محافظات المملكة إلى عزاء الشهيد الرائد راشد حسين زيود والذي استشهد أثناء دائه لواجبه المقدس خلال مداهمة أمنية على خلية إرهابية متطرفة في محافظة إربد وشهدت منطقة البتراوي في الزرقاء الجديدة التي أقيم فيها العزاء توافد جموع المواطنين من مختلف أطياف المملكة قاله جلال سيدنا أن الشهيد هو ابنه وقاله والد الشهيد أنه مشروع شهيد لكل الوطنيين لكل الأردن لكل من حمى هذا الوطن كبير على الأردنيين جميعا فالأردن يقدم الشهداء ونحتز بقواتنا المسلحة الجيش العربي المصطفوي والقوات الأمنية والأجهزة الأمنية جميعا هي حقيقة دائما تقدم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله فقافلة الشهداء تسير وأحب في هذا في الثاني ثلاثة قدمت الأردن شهيد ليلتحق بالركب الميمون من شهداء الأردن وشهداء المسلمين في معركة اللطرون باب الواد الجبل المكبر وفي السموع في معركة الكرامة وهكذا يقدم الأردن الشهيد تلوى الشهيد وكذلك ليلتحقوا بشهداء الأبرار من الصحابة الكرام مثل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة هذه قافلة الشهداء والشهيد لهم كان عند الله سبحانه وتعالى هذا ليس غريبا على الشعب الأردني أن ينال الشهادة كل فرد بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات العامة حطت تاج على رأسه أقسم يمينا بأن يكون شهيدا للوطن وشهيدا لقائد الوطن وتراب الوطن كذلك بأن الشعب الأردني جميعا نذر نفسه شهيدا لهذا الوطن وهذه الفئة الظالة التي اتخذت هذه الطريقة لتنتقم من الشعب الأردني هل يعلمون بأن الأردن صخرة منيعة تتحطم عليه كل المؤامرات والأهم من ذلك بأن جلالة الملك قائد الوطن هو الذي وقف على قبر الشهيد فهذه لم تحدث بأي دولة من دول العالم ولا العربية ولا العالم كله بأن رئيس الدولة قائد الهرم رئيس الهرم هو الذي ينزل الشهيد في قبره